اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهمية تعزيز اطر التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة على كافة الاصعدة بما يفتح افاقا ارحب نحو مزيد من العمل والتنسيق ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين منوها السمو باهمية تنمية مسارات العلاقات الثنائية والدفع بها لمستويات اكثر نماء بما يسهم في خلق الفرص النوعية ويلبي التطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سمو حافظه الله عن بعد اليوم سعادة السيد هاي كوان تشونغ سفير جمهورية الكوريا الصديقة حيث رحب سمو بسعادة السفير الكوري بمناسبة تعيين سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين تمنيا له التوفيق في اداء مهامه الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرا سمو إلى مستويات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات وهمية موصلة تطويرها بما يعود بالنفع على الجميع من جانبه عرب سعادة السفير الكوري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليسمه من حرص واهتمام بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار تعزيزه بما يحقق النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين